طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحباكم جميعا في جلسة جديدة من جلسات مجموعة الباحثين السودانيين اليوم الأربعاء 20 مايو 2020 وبناء على طلب عدد من الأعضاء حول كيفية بناء بروفايل احترافي في لينكدين اللي هو من أكبر المنصات حاليا للوظائف يزعدنا ويسررنا أن نستضيف اليوم الأستاذ مالك قيسي في جلسة بعنوان كيف تبني بروفايل لينكدين احترافي How to build a professional لينكدين بروفايل أستاذ مالك يعني معروف عنه أنه يعني كاتب لبروفايل لينكدين وهو محترف HR حيعرفنا بنفسه أكثر إن شاء الله في الجلسة وحيبدأ البرزنتيشن بتاعه فضلوا أستاذ مالك طيب السلام عليكم وسأل خير جميعا أشكر الدكتور أنور على استضافة إن شاء الله اليوم رح نتعلم كيف نبني بروفايل احترافي على منصة لينكدين طبعا أنا أخوكم مالك قيسي أخي صايمات بشرية وتوظيف مدرب في لينكدين ومرشد مهني وكاتب صفحات لينكدين أو لينكدين بروفايل والسير الذاتية اليوم رح نتكلم عن أول حاجة نبدأ عن لينكدين وإيش فواد إن إحنا نستخدم لينكدين وبعد كده نبدأ step by step إنه كيف إن إحنا نبني بروفايل جدا محترف بعد كده نستقبل الأسئلة طبعا لينكدين هو أكبر موقع مهني في العالم رؤيتهم إنهم يخلقون فرصة اقتصادية لكل شخص على هذه المنصة وأيضا رسالتهم إنهم يوصلون البروفيشنالز مع بعض ويخلوهم مور بروداكتف ومور سكسسفل طبعا لما نيجي نتكلم عن أرقام أرقام جدا جدا جبارة وأول حاجة طبعا لينكدين بدأ 2003 أطلقت المنصة وستحولت عليه شركة مايكروسوفت العملاء 2016 لينكدين فيها أكثر من 20 مليون وظيفة حول العالم وفيها أكثر من 50 مليون شركة وفيها أكثر من 690 شخص في 200 دولة أو أكثر من 200 دولة وحاجة جدا مهمة إنه لينكدين طبعا جدا قاعد يتطور ويكبر بشكل سريع لأنه كل ثانية يسجل شخصين في لينكدين وحاجة مهمة في التوظيف عندنا وفي المواد البشرية إنه 9 من 10 مسؤولية توظيف يستخدمون لينكدين لما يبحثون عن مرشحين فهذه الأرقام تعطينا انطباع إنه لينكدين جدا مهم وهو فعلا مهم الحاجات جدا كثيرة طب إيش الفوائد إنه أنا أستفيد منها كشخص لما أكون موجود في لينكدين أول حاجة إنه أنا أصنع ماركة شخصية خاصة فيني لأنه لينكدين زي ما قلنا أكبر موقع مهني في العالم في مهنين فأنا المكان جدا مناسب للمنصة إنه أنا أبني بروفايل احترافي أو ماركة شخصية مميزة ثاني حاجة بروفايل يسوق لي 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع أنت ما يحتاج إنه أنت ترسل سيتك الذاتية للناس أو تعرف بنفسك أو إلى آخر المشاركات اللي أنت تسويها البروفايل حقك كتابت وموجودة في لينكدين فأنا لما أجب أتعرف عليك أكثر أو أبحث عن أشخاص معينة راح ألقى البروفايل تابعك واحدة من الحاجات إنه يدعم المصداقية ويخلي الناس يتعرف عليك يعني لما تبدأ تشارك وتتفاعل يبدون الناس يعرفون أنه والله فعلا دكتور أنور مثلا ناشط في موضوع مثلا أنه عندهم مجموعة الباحثين أو وفعالين في المجتمع فهذا يعطيني مصداقية ولما أدخل البروفايل ألقى مشاركات ألقى راكمنديشنز ألقى الحاجات هذه هذه تعزز المصداقية وأيضا يعني يزيد فرصة إنه أنا أحصل على وظيفة سواء كنت موظف حاليا ممكن تديني فرصة ما أحلم فيها فرصة أفضل بالنسبة لي ممكن تديني فرصة تدريب أو فرصة مثلا أن أكون متحدث في مؤتمر أو مثلا أكتب حاجة في مجلة علمية أو أي شيء أو أي نوع من أنواع الفرص وطبعا لينكدين في له منصة اسمع لينكدين ليرنينج إنه أنت تدخل تحضر كورسار جايبين بروفيشنالس وإكسبرتس في أكثر من مجال وعندهم كارير باث أو كورس باث إنه أنت تتعلم حاجة وتصير مثلا سنتفايد في شيء معي ووحدة من الحاجات أيضا مهمة إنه أنت تتابع الجديد في مجالك أو في المجال اللي أنت مهتم فيه يعني كثير إنه إحنا يعني كمحترفين مهم إنه إحنا نتابع المجال سواء الجهات التخصصية في المجال اللي إحنا فيه أو أي جهة ثانية فلينكدين جدا ممتاز أغلب البروفيشنال أو البروفيشنال عندهم بيجز في لينكدين ودائما يعطوك تحديثات بريبوتس بأرتيكلز بحاجات معي واحدة من الحاجات أيضا مهمة إنه إنت تعمل نتووكينج مع الناس وتبني علاقات مهنية وهذا الشيء دائما يصير يعني الحين أنا عندي علاقة مع دكتور أنوار بكرة بيكون عندي علاقة مع شخص ثاني ممكن يكون في السعودية أو بره السعودية ونشتغل مع بعض مو شرط إنه إحنا نكون في نفس المدينة أو نكون نعرف بعض بشكل شخصي وأيضا كيو أند أي يعني لينكدين فيه لقروبات احترافية بأضحان يكون عندنا أسئلة تخصصية أو نبغى نسأل عن أشخاص أو نبغى نعرف عنهم أكثر فندخل لينكدين ممكن نبحث عنهم بالاسم ونطلع على بروفايلز نتعرف عليهم أكثر أو مثلا يكون عندنا أسئلة تخصصية ممكن أطرح السؤال ويجاوبوني الناس المتخصين والمحترفين في نفس المجال وأقدر أشوف في البروفايلز تباهم وأشوف قديش وما عندهم خبرة طيب لما نيجي نبني لينكدين بروفايل أول ما نسجل في لينكدين طبعا نحط الاسم الأول والأخير والإيميل والآخري ولازم يعني لازم نتفق على حاجة قبل ما نبدأ في البروفايل إنه البروفايل لازم يكون بلغة لينكيزية أول حاجة إذا كان بلغة عربية في العادة ما أحد يبحث بلغة عربية حتى مسؤولية التوظيف وثاني شي يعني تقدر باللغة لينكيزية تقدر يعني الاكسبوجر حقك يكون أكبر يعني ممكن لو دخل عليك شخص مثلا من بريطانيا أو من دولة مثلا ما يتحدثون اللغة العربية يقدر يتعرف عليك يقدر يعني يقرأ البروفايل حقك بدون ما يواجه صعوبة في اللغة طيب إحنا أدخل على البروفايل الآن نتكلم عن بعض الحاجات المهمة في لينكدين أول حاجة مهمة في لينكدين اللي هي الاسم طبعا الاسم يكون اسمك الأول واسمك الأخير ممكن تحط أي اختصار لأي شهادة مهنية أو MBA أو BHD هذه ما فيها مشكلة أهم شي ما تكون اختصارات كثيرة بعد الاسم يعني مو هنا تحط اللي مثلا MBA BHD وتقول والله عندي شهادة اسمها شير وعندي شهادة اسمها شار يعني الاسم يكون جدا طويل حاول تركز الحاجة معينة والأكثر شهرة أو الأكثر تميزا الشهادة أو الشي اللي هو موجود عندك وطبعا الاسم يكون بهذه الطريقة الأول حرف في كل اسم يكون Capital نأتي الحاجة جدا مهمة اللي هي نسميها الهدلاين 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 وقفة في روكيور لينك دين بروفايل ما متحرك اللي بعدها حسنا 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 طيب أوكي طيب الاسم الاسم زي ما قلت انه الاسم الاول واسم الاخير الاسم الحرف في كل اسم يكون Capital وممكن تحط اختصار لشهادات او تعليب معين يعني ممكن تحط هنا MBA ممكن تحط BHD او غيرها من الشهادات المهنية لكن ما تكون بهذه الكثرة يعني كذا مرة كثير افتراضا ان انا عندي هذه كل الحاجات عندي ممكن احط BHD تكفل انه هذه BHD تغطي كل الحاجات اللي انا اخذت او انا ابواهم يعرفون عني حاجة معين ابواهم يعرفون ان انا عندي هذه الشهادة فقط نختار دائما الشهادة الاكثر شهرة نجي الحاجة ثانية وجدة مهمة اللي هي الهيدلاين الهيدلاين اللي هو العنوان قبل ما افتح البروفايل راح اشوف ثلاث حاجات الهيدلاين والاسم والصورة اذا كان فيها الأخبطة مثلا صورة ما في صورة او الهيدلاين غير واضح ممكن احط في الهيدلاين بعضهم يعني يغلط ويحط في الهيدلاين جوب سيكر وهذا خطأ فادح او الهيدلاين احط ايش الشي اللي ميزني على الناس ممكن احط وظيفة الحالية مثلا اخصائي مؤت بشرية في الشركة الفلانية او ممكن احط الوظائف اللي انا مهتم فيها او مجالي مثلا انا باحث في اقتصاد باحث اقتصادي مثلا لكني موظف اكثر موظيفة مثلا بارتاين في الجامعة الفلانية وبارتاين في الجامعة الفلانية وباحث في المركز الفلاني فممكن اختصر هذا الموضوع وقول ان انا باحث اقتصادي اهم شي هنا ما نكتب في الهيدلاين ان انا باحث عن عمل لأنه في مكان مخصص في لينكدين أبين في المسؤولة التوظيف أن أنا باحث عن عمل نيجي الشيء الثالث المهم اللي قلت عليه اللي هو الصورة الصورة جدا مهمة إذا كانت غير موجودة ما رح تحمسني رح أفتح البروفايل حتى لما جاء أبحث عن أشخاص رح تكون أنت في آخر البروفايل ما رح تكون في البداية وإذا حطيت الصورة رح تظهر في البحث أكثر بواحد وعشرين مرة طيب الصورة لازم تكون احترافية وتمثلك في العمل يعني إذا أنت كنت في العمل تلبس كرافيتة وبدلة رسمية ممكن تحط كرافيتة إذا أنت كنت تلبس مثلا زي السعودي ثوب وشماغ ممكن تحط زي السعودي إلى آخرين أهم شيء ما تكون فاضي بالنسبة أو أهم شيء ما تكون سيلفي وما تكون مثلا مع قروب أو مع شخص معين أو الصورة تكون جدا بعيدة يعني وجهك ما أشوفه لأن أنا لما أبحث الحين أكتب مالك قيستي لازم وجهي يكون باين إذا كانت الصورة بعيدة وجهي ما رح يكون باين فالوجه يكون تقريبا 60% من الصورة تقريبا بالنسبة للسيدات عندهم أكثر من خيارين يحطون صورهم الشخصية نفس الموضوع نطبق علينا تكون احترافية وما تكون سيلفي أو ما تكون مع قروب أو ما تكون بعيدة أو غير واضحة إلى آخره أو إذا ما كانت تحابة تحط صورتها الشخصية ممكن تحط صورة باسمها بتصميم مميز علشان تتميز عن الناس وطبعا أحط العنوان اللي هو البلد اللي أنا عايش فيه أو أشتغل فيه أو ساكن فيه نيجي بعدين الثاني حاجة مهمة بعد ما أفتح البروفايل اللي هو قسم اسمه About About اللي هو الملخص أو السامري هنا تكتب أنت مين وإش تسوي وإيش الخبرات أو إيش نقاط القوة أو إيش مثلا اللي هي الإنجازات اللي موجودة عندك وممكن تحط نقاط أو كلمات مفتاحية أو أهم سكلز اللي موجودة عندك نيجي هنا مثلا أنا كاتب Associated IPD هذه شعادة احترافية من بريطانيا خبرتي في الإتشار متخصص في الorganizational development والتالنت management أوكي وبعدين حددت قلت أن أنا مشتغل في شركات multinational companies أو business environment شركات عالمية وبعدين ركزت على حاجة اللي هي قطاع البنكي والشركات الاستثمارية لأنه أنا هذه نقطة قوة عندي وأبغى أشتغل في نفس المجال وبعدين ذكرت نقطة قوة عندي ثاني أنه أنا عندي بكيوس في الموارد البشرية ونقطة قوة ثالثة أنه عندي شهادة اسمها CIPD level 5 برضو في الموارد البشرية وحالياً قاعد أدوس ماجستير في الموارد البشرية فالملخص هذا الملخص حقي لو تيجي تنزل بعدين تحت في البروفايل راح تشوف أنه كله يتمحور حول هذا الموضوع أنا أعطيتك أهم الأشياء الموجودة عندي وبعد كده أعطيتك أهم المهارات اللي موجودة عندي المهارات هذه مو شرط مهارات تقنية تكنولوجي أو تولز ممكن تكون مهارات معرفية أنا مثلاً أعرف في ادارة العداء مثلاً فحطيت لك أهم الحاجات بعدين لما نيجي ننزل تحت لما نيجي للخبرات الخبرات جداً مهمة في العادة لما أشخاص يجونوا يبحثون بالمسمة الوظيفة الحالي مثلاً أنا أبغى الشخص حالياً يكون مثلاً محاضر في الجامعة فمهم جداً نذكر خبراتنا الموجودة طيب بالنسبة للخبرات طبعاً إذا كان البروفايل جديد كل السيكشن اللي أنا قاعد أتكلم عنها لازم أضغط أدارة بروفايل سيكشن هنا مثلاً سيكشن أباوت مفروض إذا ما كان موجود يكون في بلس هنا هنا في سيكشن اللي هو فنضغط على ورك إكسبرينس مثلاً نبغى نضيف وظيفة جديدة أول حاجة الجوب تايتل الجوب تايتل ما هو القسم اللي أنت شغال فيه لازم يكون وظيفة جوب تايتل أو بوزيشن فممكن أقول مثلاً HR manager هل وظيفة الحالية أو الوظيفة اللي أنا بأضيفها الآن هل هي فول تايم هل هي بار تايم هل أنا فريلانسر يعني مثلاً أقدم دورات ممكن يعني أقدم دورات في لينكدين لكن فريلانسر أنا مش لازم أكون موظف أو أقدم دورات بيم بي مثلاً مدرب أو ممكن عقد مع الشركة أو ممكن يكون انترشيب إنه أنا متخرج من الجامعة وقبل ما أتخرج كان عندي انترشيب في إحدى الشركات أو ممكن يكون أي نوع من أنواع التدريب ممكن يكون تدريب التعاون اللي يكون بعد الجامعة على طول أو غيرها من أنواع التدريب وبعدين في العادة يكون فول تايم بعدين أختار الشركة ممكن الشركة تكون جامعة ممكن تكون منظمة ربحية غير ربحية إلى آخر افتراضاً أن أنا بأختار هذه الشركة مثلاً مصر في الإنما وهنا أختار اللوكيشن يعني مثلاً إذا كنت أنا في الإمارات أختار مثلاً دبي United Arab Emirates وإذا كنت حالياً شغال في الوظيفة أحط أنه أنا حالياً أعمل في هذه الوظيفة وأختار Start Date متى بدأت ممكن بدأت يناير 2020 وبعدين أقدر أقول أن أنا أبغى أعمل Update للهيدلاين فأوتوماتيك للينكدين يأخذ الوظيفة ويحطني مميئات الإنما أو ممكن أقول لا ما أبغى أعمل Update خليها بدون Update هنا نيجي للدسكريبشن الدسكريبشن يعني المكان المناسب إن أنت تبرز نقاط قوتك أو الشيء اللي أنت قاعد تسوي في الدسكريبشن ما نحط اللي هو جوب دسكريبشن ما نحط جميع الأعمال إن أنا أقوم فيها كتابة التقارير الأسبوعية حضور الاجتماعات الشهرية إلى آخرهم من بعض الأحيان تكون مهام يعني وما تفيدني كشخص أنا أشوف البروفايل فهنا أكتب ملخص أنا إيش قاعد أسوي بشكل مختصر وكستمايز وبعدين أقول إذا كان عندي إنجازات أذكر أهم الإنجازات اللي أنا أنجزتها في هذه الوظيفة ممكن تكون حققت أرباح ممكن تكون مثلا أسسنا مركز في الجامعة أو مثلا نفزت بأفضل بحث في الجامعة إلى آخره من الإنجازات وبعد كده أعمل سيف فلما أعمل سيف يبان تباني الوظيفة بهذه الطريقة البوزيشن أقدر أقدر أضيف صور للإنجازات اللي أنا أنجزتها ممكن صورة وأنا قاعد أتكلم في مؤتمر أو إلى آخره من الصور هذي نسميح ريتش ميديا اللي أنت تعزز البروفايل بميديا سواء صور أو مقاطع أو أو لينك معينة يعني ممكن أحط مثلا أنت كنت متحدث في المؤتمر وكانت مسجلة يعني التوك هذي كانت موجودة على اليوتيوب فممكن تحط رابط عليها أن توري الناس أن أنا أشوفوا يعني كيف أن أنا قاعد أتكلم في المؤتمرات يعني يعطينا برضو مستقية أكثر أن أنا أتأكد أن أنت فعلا متحدث بارع عندك علم في مجالك إلى آخره من الحاجات طيب وطبعا نضيف كل الخبرات إذا كانت خبرة قديمة رح تنزل تحت والخبرات الـ 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 رح تكون فوق في البداية نجي شيء ثاني مهم اللي هو التعليم مهم جدا نضيف التعليم لما نذكر التعليم نقول دبلوم أو بكيوس أو ماجستير أو دكتوراه ف ولكن مهم نضيفها بالطريقة الصحيحة أول حاجة نذكر اسم الجامع يعني مثلا كينغ سعود في الرياضة وبعدين تختار الدقري يعني مثلا باتش الدقري أو أو مثلا أو مثلا أو مثلا MBA مثلا بعدين خلينا نقول بعدين نختار الفيد يعني ممكن أنا عندي بكريوس إدارة أعمال أو بكريوس عادي أو باتشل أو باتشل أو باتشل أو باتشل أو باتشل أو أرت ولكن التخصص مثلا إدارة مواد بشترية فأختار إدارة مواد بشترية وهنا أختار متى بدأت ومتى انتهيت إذا مثلا أنا بدأت 2019 وراح أنتهي expected 2023 فأحط expected 2023 أو already تخرشت بدأت 2010 وتخرش مثلا 2015 القريد مش مهم إلا إذا كنت فريش قرادويت وكان القريد جدا عالي يعني كان very good أو excellent فأحط مثلا القريد مثلا 4.5 بعدين على 5 إذا كان في أي ديسكريبشن يعني مثلا رسالة الماجستير كانت عن الآثار المترتبة على مثلا كوفيد 19 في مثلا في الخليج أو إذا ما أنت حابب تذكر شيء في ديسكريبشن أهم شيء أنك تذكر السكول وتختارها من القائمة المستدلة عشان يبان اللوغو بعدين الدقري وبعدين في دفست وتضغط سيف بعد كده تترتب الديكيشن عندك في البروفايل واحدة من الحاجات المهمة خصوصا البروفيشنال اللي هي اللي هي لما تكون في مثلا أي شيء ممكن مثلا وعندك شهادة مهنية تعبت فيها ممكن تكون CFA CMA إلى آخر من الشهادات المعروفة هذه مهم جدا تبرزها في قسم اللايسنس والسرتيفكيشن لأنه هذا القسم يميزك عن الدورات التدريبية العادية اللي أنت تأخذها فهنا تحط نوع الاسم السرتيفكيشن وتكون تكون B&B مثلا ومن فين أخذتها تختار مثلا الشهادة اللي هو الورجنزيشن أو المعهد وهنا تختار إذا كانت الشهادة مثلا أخذتها يناير 2020 إذا كانت تنتهي في بعض الشهادات المهنية تنتهي بعد سنة بعد سنة سنوات وفي بعضها يعني doesn't expire ما تنتهي فإذا كانت تنتهي أختار تاريخ الانتهاء إذا ما كانت تنتهي أحط هنا صح إنه هي doesn't expire وممكن هنا أحط إذا كان في ID مثلا للشهادة وإذا كان في credential URL إنه رابط يبعثني على طول على نفس الموقع اللي عطيتني في الشهادة ويكون في بياناتك إنه أنت فعلا you are certified بعد كده نيجي الحاجة مهمة اللي هي volunteer experience كثير مننا يعمل عنده يعني خبرات تطوعية ممكن يكون مثلا شارك في معتمر أو مثلا قدم نادو وإلى آخره من الخبرات التطوعية فمهم جدا تبرز الخبرات التطوعية اللي أنت اشتغلت عليها إذا كان طبعا في خبرات تطوعية اللي مثلا تبرعت بالدم أو زرت مثلا المعاقين أو إلى آخر من الحاجات الإنسانية اللي نحن نسويها لكن هنا نركز الحاجات اللي أنا أبغش على الأشخاص اللي شوفون البروفايل يركزون عليها يعني مثلا أنا حطيت هنا في البروفايل أن أنا لينكدن ترينر لأكثر من ففي حاجات كثيرة سويتها أياما الجامعة بعد الجامعة لكن هذه الأشياء اللي أنا أبغاكم تركزون عليها كفلانتي البروفايل فهنا تحط اللي هو نفس قريبا البروفايل تحط البروفايل وش كان دورك في هذا البروفايل ممكن يكون ترينر أو او فسيليتيتر أو كارير كوتش إلى آخري ومتى بدأت ومتى انتهيت في العادة إذا كان في نفس الشهر يعني مثلا كان في شهر ماي أي يوم أختار start date ماي وend date نفس الشهر ماي 2020 ممكن أحط شرح بسيط عن إيش كنت أسوي في هذه الخبرة أو الفلنتير experience واحدة من الحاجات اللي جدا مهمة ويغفل عنها الكثير اللي هي السكيلز السكيلز جدا مهمة لينكدين أعطتك ميزة أنت تحط اللي هو خمسين السكيلز في الفلسك فلازم تستغل هذا الشيء بشكل يعني بشكل كويس طيب السكيلز عندنا أكثر من شيء عندنا اللي هو اللي هي المهارات المعرفية النهارات المعلم في الجامعة ممكن النهارات المعرفية يكون مثلا ريسيرش مثلا داتا اناليسيز إلى آخره من النهارات المعرفية اللي عنده وبعد كده نيجي اللي هي المهارات التقنية التوز والتكنولوجي ممكن تكون مايكروسوفت أوفيس اي سي بي اوراكل إلى آخره من برامج اللي انت اشتغلت عليها وتفهم فيها كويس بعدين نيجي المهارات التوز اللي هي المهارات شخصية ممكن تكون ممكن تكون مثلا تيم وورك إلى آخره من مهارات شخصية ممكن تكون اموشل الانتليجنس إلى آخره وبعد كده أي سكيلز ممكن تكون عندك أهم شيء نركز على المهارات اللي هي المعرفية يعني إذا كنت تدرس في الجامعة ماركتينج مثلا كورس أو اتش آر أو إلى آخره أذكر ماركتينج أذكر اتش آر أذكر تيش مثلا وإلى آخره من المهارات اللي ممكن تكون عند المحاضرين في الجامعة وتقدر تعمل يعني طب ثلاثة سكيلز وتخليها ثابتة في البداية بعد كده تيجي سكيلز الباقية طيب نيجي الحاجة مهمة اللي هي الكورس يعني أنت حضرت كورس يعني خلال مسيرتك المهنية نضيفها في قسم الكورس اللي هي الدورات العادية في الغالب ما تكون تكون دورة عادية فنضيفها في قسم الكورس نكتب فقط اسم الكورس ونضغط ونضيفها في حاجة مهمة أيضا هي عادية ونضيفها إذا شاركت في مؤتمر أو في الجامعة أو بر الجامعة وطوق مثلا شهادة شكر وتقدير أو مثلا درع تكريم إلى آخرين من أنواع التكريم والجوائز اذكرها في لينكدين حطها في قسم عادية ونضيفها ممكن تكون سنتفكات ونضيفها 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 مثلا member أو associate member أو charter member أو whatever it is وبعدها membership is ongoing وبعد كده وبدأ مثلا 2019 أو date وعمل safe في حاجة برضو مهمة لهي اللانجوجيز إنه انت تضيف اللغات اللي انت تتقنها إذا كانت العربية لغتك الأم تختار native proficiency أو تختار اللغات الثانية ممكن تضيف الانجليش فرينش إلى آخر مثلا الانجليش الليفل تابعك professional أو full professional فتختار الليفل وتضغط safe وتضيف أي مهارة عندك ممكن تكون beginner في مهارة توق بادي فيها تتعلم فيها ممكن تضيف ها أيضا طيب في حاجة مهمة جدا خصوصا سواء لل professionals اللي شغلين في وظائف full time موظفي أو عضاهي التدريس أو طلاب كثير مننا يشتغل على بروجيكت في حياته سواء الجامعية أو professional life أو ممكن في الوظائف مهم جدا تبرز البروجيكت اللي شغلت عليها ممكن يكون بروجيكت في مادة معينة في الجامعة أو ممكن يكون رسالة مادسير أو دكتوراه أو بحث يعني أنت مثلا طالب دكتوراه أو مادسير أو معلم في الجامعة تسوي بحوث أو بروجيكت from time to time فمهم جدا أنه أنت تذكر هذه البروجيكت فنذكر اسم البروجيكت يعني مثلا اللي هو العنوان السبجيكت ومتى بدأت في البروجيكت هذا وهل حاليا أنا شغال على البروجيكت أو انتهيت من البروجيكت إذا حاليا شغال أضغط yes present وبعد كذا إذا كان في أحد شغال معايا في هذا البروجيكت إذا كان في أحد شغال تختاره من القائمة المستدلة إذا كان لا إنت الحال شغال على البروجيكت يكون اسمك الحال وبعد كذا associated هل البروجيكت هذا مرتبط بوظيفة حالية أو سابقة أو في الجامعة يعني لما كنت طالب ممكن في الماجستير أو الدكتوراه أو مثلا محاضر في الجامعة حاليا تختارها من القائمة وهنا إذا كان البروجيكت هذا لن رابط يعني مثلا اشتغلتوا على البروجيكت مثلا جلست فيه سنة وتم نشره مثلا أو موجود هذا كفايل في موقع معين فممكن تحط الرابط أن أنا أروح وأشوف الشغل اللي انت اشتغلته وهنا ممكن أحط بسيط عن البروجيكت عن أيش البروجيكت مثلا إلى آخر ممكن أحط جدا بسيط وبعد كذا أضغط هذه البروجيكت يبرز للمهارات اللي موجودة عند أشخاص كثير مننا إحنا يعني كأشخاص ممكن أنت باحث مثلا في قسم مواد بشرية أو في مجال مواد بشرية وتبغى شخص تشتغل مع شخص باحث من جامعة معينة فممكن أنت تدخل وتشوف البروفايل تبعه وتشوف هلو أشتغل على بروجيكت أنت مهتم فيها أو لا فهذا الشيء جدا مهم لنا أنه نضيف نجي الحاجة مهمة اللي هي البابليكيشنز وهذه جدا مهمة ممكن حتى تكون للناس اللي في الأكاديمية أو ممكن ناس يعني موظفين إذا أنت كتبت مقال مثلا وتم نشره في مجلة علمية وهذا الشيء دائما يصير مع طلاب الماجستير والدكتوراه والمحاضرين في الجامعة ممكن يكتب بحث بحث علمي أو مقالة علمية ويتم نشرها في موقع معين وفي العادة يكون موقع معروف مثلا هارف البيزنس ريفيو فأنت تضيف هذا الشيء في قسم البابليكيشن أن أنا مثلا كتبت حاجة عن مثلا التايتل ومين اللي نشر المقال اللي أنا كتبته وممكن يكون كتاب أيضا أنه أنا كتبت كتاب وتم نشره مثلا في دور نشر معين فأضيف أيضا الكتب يعني حط العنوان سواء كتاب أو آرتيكل أو إلى آخرين ومين اللي نشر هذا الشيء ومين تم نشره أختار التاريخ بالضبط وهل في آخرز غيري ولا أنا فقط الكاتب إذا والله اشتغلت أنا شخص على كتابة كتاب معين ممكن أختاره من القائمة إذا كان له حساب في LinkedIn وبعد كده أحط رابط لهذا في نفس الموقع وممكن أحط شرح بسيط عن الشيء اللي أنا كتبته مثلا كتبت كتاب عن أهم الأشياء أو أهم الـ في المواد البشرية وكان يتكلم عن مثلا عدة جوانب منها 1, 2, 3, 4, 5 بشكل مختصر بعد كده أعمل سيف هذا شيء جدا مهم خصوصا يعني أنا أشوف كثير من الأكاديميين يعني يهملون هذا الشيء وما يعرفون عنه ويكون عندهم ببليكيشنز جدا كثيرة في أماكن كثيرة طبعا لينكد إن يعني ممكن تحط تست سكور إذا إنت مثلا عندك آي لتس أو توفل أو غيرها من التست وجبت وجبت الريزولت كان جدا عاليا فممكن تضيف أيضا تست سكور يعني لينكدين حقيقة السكشنز تابعه فيه ممكن كل شيء يخطر على البال حتى الاختراعات ممكن تحط في لينكدين طيب أنا في البداية قلت إنه لا لا تكتب سواء جنب الاسم أو في الهيدلاين أو في السمري إنه أنا باحث عن وظيفة لأنه هذا الشيء يأثر سلبا على البروفايل وعلى في مكان في البروفايل إذا أنت كنت تبحث عن وظيفة حتى لو كانت مش وظيفة لازم تكون وظيفة ممكن تكون أو تكون أو تكون فتيجي لأد بروفايل سكشن وفي حاجة اسمها انترو هنا موجود Looking for Job Opportunities تضغط Plus تجيك هذه الصفحة تختار أول حاجة لجوب تايتل مثلا أبو أكون ترينر مانج ترينر مثلا وأبو أكون University Lecture مثلا وأختار اللوكيشن والله أنا موجود في السودان حاليا أو في الإمارات أو في السعودية لكن ما عندي مشكلة أبغي أشتغل في دبي وممكن أشتغل في عمان أيضا وأختار نوع الوظيفة اللي أنا مهتم فيها ممكن تكون ريموت جوب ممكن تكون ممكن تكون ممكن تكون أكثر من شي مثلا فول تايم كونتراك بار تايم وأخليها Only Recruiters Only Recruiters means أي شخص يدخل على البروفايل وما عنده حساب ريكروتر في LinkedIn ما راح يعرف أنه أنت باحث عن وظيفة ما راح يظهر هذه التفاصيل إذا حطيت All LinkedIn members راح يشوف ها أي شخص يدخل البروفايل سواء ريكروتر أو مش ريكروتر لكن الأفضل نخليها Only Recruiters حتى لو كنت في وظيفة الحالية وكان في ريكروتر من نفس الشركة ما راح يعرف أن أنا أبحث رجل فاختار Only Recruiters وأضغط Add Profile راح تبان راح تبان في بداية البروفايل Open to Job Opportunities لما أضغط الديتيل زي بان جب Tutorials اللي أنا مهتم فيها Locations اللي أنا مهتم فيها والجوب Time Full Time Contract Part Time طيب تقريبا إحنا خلصنا البروفايل بس نتكلم عن كم حاجة جدا مهمة في البروفايل واحدة من الحاجات المهمة اللي هي الركومنديشن أن أنت تطلب توصيات من أشخاص اشتغلت معهم ممكن يكون مدرة سابقين أو حاليين أو أعضاء هاي التدريس أو أو طالب معاك في نفس الجامعة أو customer يعني ممكن إنت اشتغلت مع شركة أو مع client وممكن تطلب من client هذا أنه يعمل لك recommendation طبعا لما تجيت you ask for recommendation إذا ما كان في recommendation تيجي فوق في البداية تضغط add profile section additional information لماذا تتلقى عليها وليش وبعدين تضغط request recommendation تختار الشخص اللي أنت تبغى يعمل لك مثلا 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 تختار الشخص هذا 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 كان كان درسني في الجامعة فأختار العلاقة افتراض انه هذا كان مديري واختار ال position في ذا ال position ترى ما ترى position واختار ال position في ذا الوقت يعني يعني مثلا ال position في ذا الوقت كان خصامات بشرية مثلا في البنك الصيني واختار ناكس واكتبله هاي انوار ودي بليس ركومنديشن وبعد كده اضغط سنت فالشخص رح تجي رسالة انو انا اطلب فالشخص رح تجي رسالة انو انا اطلب ركومنديشن وبعد كده يقدر يكتب ركومنديشن واقدر اضيفها في البروفايل تبعي تكون بهذه الطريقة زي كده في حاجة مهمة ايضا اللي هي اذا كنت انا ابغى اعمل فيتشورد لارتكل او بوست او لينك معينة او ميديا فاقدر اعمل فيتشورد لهذه الاشياء وتكون ثابتة في البروفايل فوق حتى لو كانت قديمة يعني مثلا انا عملت بوست افتراضا مثلا هذا البوست مثلا هذا البوست وابغى يكون فيتشورد فاضغط فيتشورد واضغط done فراح يكون البوست فيتشورد حتى لو كان قبل سنة طيب في حاجة في لينكدين مهمة قبل ما نستقبل الأرسلة اللي هي الداشبورد الداشبورد هذا يعطيك انديكيترز معينة عن بعض الحاجات اللي ممكن تهمك كشخص وهذه تبان فقط لك اول حاجة كم شخص شاف البروفايل تبعي في آخر تسعين يوم وهذه الأرقام تزيد وتنقص على حسب مشاركاتك على حسب قوة البروفايل الاخري وهنا يبين لك عدد المرات اللي ظهرت فيها في البحث search appearance لما يبحثون عنك شركات أو أشخاص معينة يقول لك انت ظهرت في البحث في علشان يحصلون على البروفايل تبعك فهذه الداشبور تعطيك indicators معينة جدا كويسة تعرف قديش بروفايل بدأ يظهر للأشخاص في لينكدين طبعا في العادة لما نجي نتكلم عن هذه الدورة نتكلم بعد كده مثلا كيف نتفاعل كيف إيش ممكن نسوي في لينكدين لأنه لينكدين موقع مهني فما نستخدم وزيل فيسبوك يعني في حاجات المفروض ما نذكو يعني ما نسويها في لينكدين كبوس أو ككومنت نكون جدا في لينكدين ونحاول نسوق لنفسنا بشكل أكبر أنا تقريبا خلصت اللي هو كيف تبني بروفايل احترافي في لينكدين رح نستقبل لأسئلة لأنه مع الأسئلة يعني كده تطلع حاجات كوي سنستفيد منها جميعا بشكرا جزير حبيبنا وأخونا مالك على البرزنتيشن الرائع صراحة يعني في أشياء كثيرة عن لينكدين الواحد يستخدم الفترة طويلة لكن الآن تنبهتنا لأشياء حتى ما كنا عارفين إحنا مجموعة الباحثين السودانيين في عدد كبير جدا من المؤهلين من الباحثين وسائل الجامعات والطلاب الممكن يستفيدوا بشدة من الوظائف المطروحة لكن لعدم الاستثمار بصورة جيدة في البروفيال لينكدين لم يحدث الاستفادة بصورة كاملة حتى الآن طيب أنت الآن الأكاون بتاعك كبريميوم أستاذ مالك صحيح زي العلامة الزرقاء في الفيس بوك وتويتر وكده فأنت بتقدر تشوف أشياء كثيرة ما بكون شايفين ها الناس التانين هل الكلام ده الشرح اللي شرحته وينطبق على الاكاونت البريميوم والأكاونت العادي الشرح اللي شرحته ينطبق على كل الاكاونت سواء بريميوم أو عادي لكن الداشبورد هو ما رح تبان الا للبريميوم يعني ممكن يعطيك خمسة شخص فقط لكن لما تجي بتشوف أكثر يقول لازم تكون بريميوم وممكن في تكون لم تكن بهذا التفاصيل وطبعا في فرق اللينكدين بريميوم تقدر تدخل على وتتعلم الكورسات يعني تاخذ كورسات وتحصل على شهادة هذه برضو ميزة من ميزات البريميوم وأيضا في الجوبس لما تيجي تقدم على وظائف يعطيك انديكيتر مثلا 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 بقدم على هذه الوظيفة هذه للبريمي يقول لي أنت 25% out of مثلا 2000 applicants وهنا يعطيني profile match للوظيفة الحالية فيقول مثلا البرمي البرمي البارت الباس البرمي السكيلز هذه الحاجات تكون فقط يعني متاحة للبريميوم لكن البريمي ما يسرع الوظيفة يعني 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 ما جاء بحث مو علشانك بريمي تطلع فوق في البحث لا ما لا علاقة فقط في تشارز معينة تسفيد منها انت كشخص اذا انت كنت بتعرف اكثر مثلا او انت تستخدم لينكدين بشكل كثير شكرا جزيلا طيب في سؤال عن اللي وطرق المسحة الإلكترونية لل الريكروترز يعني بيشوفوا الريكروفايلات بالملايين كيف انه الواحد يظهر في الطب 5% مثلا طيب عشان تظهر في الطب في يعني في حاجات لازم تسويها واحدة من الحاجات اللي جدا مهمة اللي هو الهيدلاين الهيدلاين جدا جدا مهم يعني اذا انت كنت يبغى وظيفتك او الوظيفة اللي انت تبحث عنها محاضر في الجامعة لازم يكون في الهيدلاين كلمة محاضر في الجامعة او محاضر جامعي او محاضر في قسم التسويق مثلا هذه واحدة من الحاجات اللي جدا مهمة ثاني شي الكلمات المفتحية يعني ممكن انا ابغى شخص ادور عليه وابغى مثلا يكون عنده خبرة في الوظيفة والتالين فهذه مكتوبة في السمري مكتوبة في السمري مرتين كمان مكتوبة في الهيدلاين مكتوبة لما تنزل تحت في الوظيفة الحالية فهذه يعني كل ما كسرت الكلمات المفتحية على نفس الشي اللي انت تبغى كل ما زاد فرصة ان انت تحصل على او تكون في التوب واحدة من الحاجات اللي يبحث عنها ممكن اقوى شي يبحث عنه الكروتر اللي هو ال يعني في العادة لما يجي يعني لما يجي الكروتر يبيوظف عضو هاي التدريس في العادة لازم يكون حاليا هو عضو هاي التدريس في الجامعة او باحث مثلا في الجامعة ف اذا كان ال مطابق للبحث اللي هو يبحث عنه فهذا يعني رح يطيق قوة انت تكون في التوب في البحث فزي ما قلت انه نحن نركز على الهيدلاين والسامري والوظائف اللي هي الـ ونحاول ونحاول نركز على الكلمات المفتحية يعني تحط الكلمات المفتحية اللي انت مهتم فيها او تبغى الناس تعرفها عنك طيب تمام جدا الان انا ها استأذنك في انه اعمل شير للسكريم بتاعتي نور على البروفايل بتاع في لينكدين و في مشاكل انا متاكد عاوزك انت كخبيل بتاع HR بس تعين لي على اساس ان الناس التانين اللي متابعين شايفين البروفايل بتاعي قال انه والله هو البروفايل الامثل يعني يتعلموا منه يعرفوا ايش الاخطار فانت الان مسموح نت تنتقد البروفايل بتاعي بصورة كاملة على اساس انه نتعلم كلنا في هواقف من عندك اوك هذا البروفايل بداعي في linkedin هنا هذا السيكشن الاول هذا الابوت الحجات الفيتشرت ال dashboard ال activities ال experience experience طيب هنا في experience مثلا انا حاط انه event organizer يعني نظمت مؤتمر مثلا تحت TEDx هل هذي الحاجات counts هل مهم ولا ما مهم طيب تسمح لأدخل على بروفايلك من حسابي انا عشان اقدر اطلع وانزل انا ممتاز انا حوقي بالسكريم من عندي وخليك تم الشيء من عندك طيب الاسبالين حق ذيف اوكي ذيف اوكي طيب ممتاز انا رأي انه ذيف الله تحط كومة بعد كذا بدون الهذي هذي ما يحتاج تمام الهيد لائن مرة كويس انه انت Head of Computing Senior Lecturer at City College في قطر والوظيف او حاليا موجود في قطر الصورة ممتازة لو في صورة تكون اوضح يعني وجهك يكون واضح باكثر يعني يكون قريب او 60% من الصورة يكون افضل الهيد ممتاز انت قاعد تتحدث في مكان معين لكن افضل لو كانت الصورة احترافية اكثر مثلا تكون في مؤتمر وانا متأكد ان عندك صورة زي كذا بس ما يكون في اشجار يعني ممكن الاشخاص يقولون انه ممكن تتحدث في مكان يعني في ريزولت وشيزي كذا وشيزي كذا نعم طيب الاباوت يحتاج يعني تكتب تفاصيل اكثر ممكن تكتب مثلا بيتش دي هولدر مثلا 5 أو 10 years في مثلا teaching experience مثلا نعم وتقول انه مثلا you have knowledge of مثلا IT computer science cyber security أو تقول انه باحث مثلا في cyber security نعم فتذكر يعني اول شيء تكتب ملخص انه انت مثلا عندك بيتش دي 10 years experience في university أو teaching experience ومثلا باحث في 1 2 3 4 field أو مجالات معينة وبعد كده تكتب مثلا تحط أهم النقاط أو skills أو knowledge اللي موجودة عندك انه انت تريد ركز عليها ممكن تحط مثلا IT computer science cyber security يعني زي كده نعم وبعد كده الفيتشورد هذي مرة ممتازة اللي انت مسويها وركز على الانجازات اللي انت سويتها خلال يعني مسيرتك ممكن يعني ك speaker في TEDx الاخري طيب طيب هذه الوظيفة الحالية ترى ما يحتاج تحط الرابط هذا ممكن تحذف أو ممكن تحط ها ك ريتش ميديا انها تكون زي كده تكون زي هذه مثلا بس كتابتك للجامعة يكفي يعني بدون الرابط نعم طبعا هذي انت head of computing يعني ممكن تخليها مثلا ك I يعني مثلا I lead and manage and develop the department to ensure بلا 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 وحاول تخليها أنا شوف هذه ما أدري يعني ممكن هو الكتابة كويسة لكن يبغالها ترتيب شوية تمام اي ولا هي مرة متازة هنا بالنسبة للعنوان تحط قطر يكفي يعني أو الدوحة يكفي بدون تفاصيل العنوان تمام من هنا وتضيفها في قسم الفلنتير بس انت مان تضايف فلنتير هنا أنا مات فعلا انتبحت اليوم انت مع القسم بتاع الفلنتير يفترض انه من البداية اعيد كتابته بالضبط فهذه تحذفة وتوديها الفلنتير تمام هذه الحالية ممكن تخليها إذا انت تبغى الناس يركزون عليها لأن بصراحة شغل جبار فممكن تخليها موجودة لكن هذه الحاجات الصغيرة تيديكس وغيرها اتوقع حتى هذه فلنتير صحيح هذه فلنتير نعم 11 سنة الممتاز فبرضو تكون في قسم الفلنتير و لما تضيفها حاول تختار تيديكس اللي هو تيديكس أو تيد كومفرنس اساس يبان اللوغو ويكون البرفايل مرتب شكله حلو تمام مرة كويس انت تركز على يعني تعطينا ملخص انت ش قاعد تسوي ممكن بعد كده تحط تذكر الانجازات اذا كانت موجودة انا كنت عندكم في السعودية مالك والله نور طيب انت ترى يعني لما تيجي تضيف خبرات يعني مثلا انت محاضر في الجامعة حاول تذكر التخصص اللي تتحاضر فيه يعني انت هنا كتبت في التخصص انا اشوف ان هذي كلها تكتبها في البرزيشن هنا نعم وما يحتاج تحط التفاصيل اللي هو مكرر موجود فممكن تكتب شرح اكثر ان انا ادرس المواد الفلانية 1 2 3 4 5 مثلا نعم اتوقع هذي فلانتير نعم كلها خلاص دي كلها حتي تمشى على الطيب اوكي خلاص هذه واضحة طيب هنا الهدوكيشن بحدي الهدوكيشن الهدوكيشن طيب كلك حاجة الهدوكيشن الهدوكيشن لما نيجي نكتبها نحط التايتلز فقط يعني مثلا ما تكتب شرح انه ريسيرش انجينير كوندكتت سيرش ان ببليش بيبر ان داتا مايني هذا الشي اللي انت كتبتو تذكروا في الهدوكيشن اللي هو هنا نعم ان انا عملت بحث في هذا الموضوع نعم ولكن ممتاز وهنا طبعا حطيت اللي هو ريسيرش هذا الموجودة عندك في غيرها ولا بس هذي في سيرتفكيات كتيرة بس طيب هو ياخذ وكترى يعني كتابة البفايل لا صراحة يجي كوجاع ظهر منه بس بعدين مهم جدا مفيد تفتاح بعدين حتى لما تيجي تعبي CV أو تبني بروفايل في بيت dot com ولا غير مواقع التوظيف معلومات جاهزة copy based صحيح انا اشوف انه في السكيلز اول ثلاثة السكيلز تكون السكيلز اللي علاقة بتخصصك او مجال خبرتك يعني الانتوكيشن الانتوكيشن ريسيرش طبعا اكيد فممكن مثلا تخلي في البداية data analysis وممكن تكون IT information security الاخري بس السكيلز جدا ممتازة انا اشوف انك تحدث في languages موجودة في languages لكن كويس السكيلز حطيت اهم المهارات سوان في ال knowledge او tools ممتاز جدا ال recommendation ما شاء الله يعني كثيرة كويس برضو هنا الكورس مرة ممتاز project مرة ممتاز 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 حتى اقدر اشوف project ممكن يوتيوب هذا كان اول فيلم ممول جماهيريا في السودان اسمه hour سودان ما شاء الله تمول بكيستارتر ب20,000 دولار ما شاء الله ممتاز على فكرة التمويل الجماهيري عندنا في مشكلة في السودان لانه العقوبات الامريكية بتمنع credit cards والpayment online مشكلة كبيرة طبعا اللغات ما شاء الله يعني موجودة كلها native ممتاز publication اللي ذكرناها اتوقع عندك اكثر من كده دكتور في اكتر في اكتر في اكتر فممكن تضيفها كلها هنا نعم organization اذا كان عندك عضويات طبعا هنا ممكن تحط member او founder او whatever it is او اذا كان عندك عضويات علمية انا متأكد انه عندك فتذكرها في هذا القسم نعم فقط البروفايل بتاعك انت في اشياء كتيرة في اكسام كتيرة انا ما عندي هنا فمؤكد انه هرجعي انا ستمر وقت كبير جدا في في عادة كتابة البروفايل صحيح هو في حاجات صحيح في حاجات تختلف ممكن يعني مثلا ما عندي publication انت يكون عندك زي كده يعني لكن في حاجات اساسية اللي هي summary headline الصورة experience education هذي كلنا عندنا education عندنا experience في العادة skills في العادة كلنا عندنا لكن certificate مو كل الاشخاص عندهم certificate courses مو كل الاشخاص فهذه الاشياء تلقات اختلفة من شخص لشخص حتى البروجيكس مو كلهم يشتغل على البروجيكس تقريبا هذا هو الفيدباك وما شاء الله يعني بشكل عام ترى ممتاز بسبيلك كده يعني تفضال شوية يعني قلنا لازم نعمل العملية دي على اساس انه فيه ناس بيكونوا شايفين الآن البروفايل بتاعي كان مثالي وانا متأكد انه ما مثالي وكويس انك انت 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 قدت الآن كبروفيشنال على اساس ان الناس تعرف انه لا فيه حاجات افضل انها تتعمل وفيه امكانية بتاع التحسن صحيح صحيح فجزاك الله خير على هذا طيب يا شباب الناس الموجودين هنا لو فيه اي سؤال يريد تستخدم خاصية raise hand وتطرح الاسئلة بساز مالك لو فيه اي سؤال من الناس الموجودين في الجلسة لانه فيه اسئلة برضو على الفيسبوك طيب ممكن تقرار الاسئلة على الفيسبوك مثلا طيب بيقول انه يعني الحسابات بالنسبة للطلاب يعني هل الطلاب عاوزين يشتغلوا فرصة فريلانس هل برضو يعني يعملوا بروفايل في لينكدين وكذا البروفايل في لينكدين لكل الاشخاص سواء كنت طالب في الجامعة او فريش جرادويت او موظف او محاضر في الجامعة او فريلانسر بأي شكل من اشكال او بزنس اونر اي شخص لازم يكون عنده بروفايل في لينكدين وبالعكس رح يدعم الفريلانسينج اللي هو شغال عليها ويجيب له فرص اكبر نعم بعدين في خاصية برضو ما تكلمنا عليها اللي هي بتاعت امكانية الداولود للبروفايل بتاعك في شكل بي دي اف صحيح يا ريت بس لوديتنا عليها ايضاعة طيب ممتاز هذا البروفايل الان اجي اضغط مور واضغط سيف بي دي اف فانحفظ البروفايل كبي دي اف بس طبعا ما رح يكون بالطريقة اللي احنا متوقعين انا ما افضل هذا الطريقة انت تعمل داونلود وتفسلها لأشخاص معينة لانه ما رح يجيب لك كل سكيلز بيجيب توب سكيلز السرتيفكيت مثلا هنا اونرز ان دويدز ما رح يكتبها بالطريقة اللي احنا يعني مفوض نشوفها السرتيفكيت ممتاز 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 الاحتراف الاسPERIENCE إذا كان في شيء بالعربي رح يجيب هذي الطريقة ممتاز رح يجيب هذي الطريقة يعني أنا ما أنصح إلا ممكن يحمله واعدل عليه لكن هذي الطريقة إنه كيف يحمل البروفايل أو يخليه بدأف ويطي يحمل الحاجات ما يجيب كل شيء مو كل السكشنز يجيب الأهم السكشنز الموجودة في البروفايل ملاحظ برضو إنه لما نزلوا يعني هو البروفايل يفترض إنه فيه أكتر من صفحة يعني أكتر من صفحتين مؤكد لما نزلوا من عنده اللينكدين نزلوا صفحتين فقط هل معناها إنه الـ CV أو الـ Resume لازم تكون بس صفحتين فقط ما أكتر شوف الـ Resume ما لها يعني ستاندر معين يعني ممكن إنت دكتور تكتب لي Resume ثالث صفحات أربع صفحات مينمم يعني وإنت كنت كمان يعني ملخص السمري لكن ممكن شخص فريشت جرادويت يعني الصفحة واحدة تكفيه وزيادة فعلى حسب الشخص يعني ما فيه إنديكيتر معينة وعلى حسب الوظيفة اللي أنا بقدم عليها إذا كانت وظيفة يعني أنت دكتور لما تيجي تقدم على وظيفة لازم تكتب لي الأبحاث اللي أنت اشتغلت عليها المؤتمرات اللي شاركت فيها وهذه تأخذ مساحة كبيرة في الـ Resume لكن ممكن شخص ثاني لا ما يحتاج إنه وظيفة عادية أو شخص مثلا ما هم حاضر في الجامعة عنده وظائف وخبرات أو عفا عنده خبرات وتعليم ودورات وانتهى الموضوع يعني بفايل صفحتين بالكثير بالنسبة له فيختلف لكن الأفضل أنه يحاول يعني يكون مختصر يعني دائما في الـ Resume ما نكون نكتب حاجات مرة كثيرة ما نكتب التفاصيل كلها نكتب أهم الحاجات ونبقي كلام أو معلومات للإنترفيو فأنا رأيي أشوف الأفرج الأفرج في العادة صفحتين مرة مناسب بس ممكن يكون أكثر ممكن يكون أقل ممتاز يتنا طيب في أختنا ساريا ساريا فتحي صده لي السلام عليكم دكتور السلام عليكم كيف الحال؟ كمام؟ بديكم العافية العافية أنا بس عندي سؤال في حتة إنه أحيانا يعني في الـ My Linked In Profile أنا حاط الحاجات الـ Professional What if I have other interested in other areas هالمفروض إنه to be included ولا أحسن إنه ما أركز على الحاجات التاملة كيف يعني other areas حديدا ممكن تعطي نعم أنا أصدقاء فكم مجال الأصدقاء نستطيع التاملة يعني ممكن في ناس يكونوا مهمة بشكل مهمة ممكن لا أو ما حاجة إجبارية مثلا الـ Data Analysis الـ Data Analysis هل أخذتها مع الـ Skills ولا أحسن؟ لأنه أنا عادةً لمن أجأة من الـ CV تبعي أنا عندي CV يعني أكثر من واحدة في مجال الأصدقاء في مجال الأصدقاء خذت فيها مثلاً الحاجات اللي أنا كنت بيها مجال الأصدقاء أخرى من الـ Nutrition اللي هو المجال تبعي وفي زي فيه ثاني خذت فيها الحاجات اللي بس تلليتد للـ التخصص وبعد ذاك على حسب الجوب اللي أنا عوز أقدم عليه بأيصل لك تلحاجات اللي ذات إمتاور الحاجات اللي عندي رقاردين الـ اللي هي الـ Job requirement اللي مطروحة في الـ Job ذاته وكده بس بالنسبة للـ LinkedIn ما عارفع يعني أوكي أنا لما أكون حقدم على الجهة أوكي أنا أعرف كيف تلحاج الـ C-V بتاعي وأعذر عليه بس في الـ LinkedIn أعتقد أنه مجال الأصدقاء يعني ما حينفع إنه أنا تلحاج الحاجات كلها مع بعض صح؟ طيب خلينا أجابك لأنه ما هو صح ولا غلط يعني فيه شرح شوية أعطيك مثال أنا حالياً HR professional إنتي لو تجين تشوفين الـ profile شوفين الـ headline أو summary ما رح تلقين LinkedIn trainer أو CV writer أوكي؟ مع إنه أنا مهمة في CV writing career advising لكن مخليها مش تركيز على الـ profile موجودة يعني لو تلحين هنا تلقينها موجودة لو تنزلين في الـ volunteer موجودة لكن هذه احتمامات جانبية تركيزي أكثر على HR ما أبغى الشخص لما يجي تشوف الـ headline أكتب مثلاً LinkedIn trainer فإنتي ممكن هنا تكتبين nutrition مثلاً وإذا أنت مهتمة في شيء إذا كان الشيء ما له علاقة في الـ career يعني مثلاً إذا أنت كنت مثلاً مهتمة في social media وإني أنت مثلاً تكوني فعالة ممكن ما يفيدك في حياتك المهنية يعني ممكن أنا كشخص ما رح أكلمك أقولك أباك تشاركين في شيء معين كـ social media لكن ممكن كباحثة في مجال معين أو كخبرة data analysis ممكن أكلمك وأقولك عندنا research وحبين نشتغل عليه فهذا هو الفرق يعني ممكن تحطي في نفس الـ headline مثلاً researcher أو data analysis أو whatever it is ممكن تحطي نتخصصك الحالية ووظيفتك الحالية لكن ما تكتبين الناس يعني ما تكتبين كل الـ social media data analysis research كده أنا ما أنا عارف إيش التصنيف تبعك فأنت عندك target في LinkedIn مش زي لما تلسين سيرة ذاتية عندما تلسين سيرة ذاتية أنت قلتي أنه عندك أكثر من فرجل وتعدلي عليها بناء على الوظيفة لكن LinkedIn الـ target كلهم واحد يعني أي شخص يدخل الـ profile رح يشوف the same profile ما رح يتغير فهذه هي وجهة ناظري فأنت تحددي الأشياء اللي ممكن تفيدك في الكارير تبعك وممكن تضيفيها لكن ما يكون تركيز عليها زي ما أنا مسوي الحين أو ممكن تخلي تركيز عليها لحسب يعني الـ objective تبعك جوابتك جوابتك تمام شكرا جزيلا طيب في الأخ صلاح عبد الله صلاح إن شكرا جزيلا فأنت أم يوتيد فضل السلام ورحمة الله الله يبقى رفق عافية جزاكم الله خير على المحاضرة وسعيدين والله اليوم يعني السؤالي بالنسبة السؤال العام يعني إنه التناول القضايا في اللينكتين يعني زي استعمال زي الفيسبوك يعني في ناس ينزلوا يعني مقاطع مضحكة ومعلومات كده حتى أحيانا توجيهم توجيه يعني توجيهم ما يقبلوا يعني فبس يعني توجيه بسيط للإستخدام بتاع اللينكتين حدود الميديا اللي بتنزل فيه جزاكم الله خير وبارك طيب أستاذ ما عليك يا تفضل طيب بالنسبة للطبعا لينكتين عنده اتكايت يعني حاجات المفروضة نسوية وحاجات المفروضة ما نسوية لينكتين ما تكون فيه اجرسيف يعني ما تكون هجومي أو افنسيف على شخص معين مثلا شخص مثلا تكلم قال كلام عن التخصص أو عن شخصك فما ترد عليه وتقول لا والله ويصير هواش أو مضاربة في لينكتين فهذا الشيء ما يصير والشيء الثاني انك انت تكون نيكتف يعني ممكن تقول مثلا تكتب في لينكتين انه ما في وظائف أو أنا بقدم ليه سنة وما لقيت وظيفة معينة أبغاها هذه الحاجات تأثر سلبا عليك وفي حاجات تأثر أيضا اللي هي سبالينغ وقرامر مستيك كثير مننا يجي مستعجل يكتب كومنت فتلقى فيه قرامر مستيك وسبالينغ مستيك أو مثلا في نفس البروفايل تبعه يكتبه بشكل سريع ويكون فيه أغلاط إملائية أو قرامر أو ممكن لما يجي يعمل بوس يعني يكتب حاجة لازم يتأكد من القرامر واحدة من الحاجات اللي دائما تصير إنه شخص يحط صباح الخير جمعة مباركة إلى آخر من الحاجات اللي ما لا علاقة في لينجدين والمفروض ما تكون موجودة فأنت إيش ممكن تشارك في لينجدين ممكن تشارك مثلا مشروع اشتغلته عليه أو بدأته فيه أو ممكن محاضرة حضرتها يعني مثلا فيه صورة جماعية أو صورة الشهادة اللي أخذتها أو مثلا الأبينيونس تبعك أو خبرتك في مجال معين يعني أنت عندك خبرة في مجال البحث العلمي مثلا تتكلم عن أهم المهارات للباحث في المجال العلمي مثلا وتكتب سواء أرتيكل أو تكتب مثلا كبوست على حسب أو تحط لتشيف من سبعك يعني مثلا اليوم حصلت على أفضل متحدث في مثلا شرق الأوسط أو اليوم كنت متحدث في مؤتمر أو مثلا تم طرح المادة أو البحث العلمي اللي كتبته في الموقع الفلاني إلى آخره من أنواع الإنجازات فأهم شيء لتحرك بروفيشنال في لينكدين هذا بالنسبة للمشاركات تمام شكرا جزاك الله خير في سؤال برضو من هنا من مصطفى جحفر بيقول أفضل الممارسات في التشبيك النيتواركين وفولوين أخرى ومشاركات إيش الأفضل الممارسات في الجانب طيب ممتاز بالنسبة للنيتواركين طبعا في فرق يعني خليني في فرق لما أنا أضيف شخص أو أعمله فولو فهذه حاجتين مختلفة واحدة من الانتكيت في لينكدين أنه أنت ما تعمل بشكل راندم بشكل عشوائي أنه أي شخص تشوفه في لينكدين يعني تيجي هنا مثلا تسوي وتبدأ تضيف كل الأشخاص الموجودين يعني هذا تعمل وهنا تعمل فهذه الطريقة جدا سيئة لو شاف أنه أنت قاعد تعمل لأشخاص معينة بشكل عشوائي وممكن أشخاصها دولي ما يعرفونك فممكن يجيك زي البلوك فما تقدر تضيف الأشخاصها دولي والأفضل أنك أنت تعمل التواركينج مش مع أي أحد تعمل مع أصحابك أو المانيجرز اللي اشتغلت معهم أو الزملاء أو محاضرين أو طلاب معاك في الجامعة أو ناس أنت مهتم في مجالهم إذا أنت كنت مهتم في المجال البحث العلمي أو مجال كمبيوتر ساينس أو سايبر سيكوريتي تشوف الإكسبرتز اللي في نفس المجال والإنفلونسر وتتابعهم أو مجال أنت مهتم في يعني أنت ممكن محاضر في الجامعة لكن أنت مهتم مثلا في القيادة أو أسليب القيادة أو الكوتشينج فممكن تتابع أشخاص في هذا المجال هذا هو يعني كيف أنه أنت يعني البس براكتس طبعا لينكدن أعطاك يعني أعطاك ميزة أنه أنت تضيف ثلاثين ألف شخص بعد كده ما تقدر تضيف أشخاص ممكن يعملو لك فلو فقط بالنسبة لل لما تيجي تحت في لينكدن هذه جدا مهمة أيضا هنا رح يبان الانترس الانترس اللي هم الشركات والإنفلونسر والجروبز والسكولز اللي أنت عامل لها فلو فأنت حاولت يعني مثلا لما نيجي للشركات حاولت تهتم بالشركات اللي في مجالك أو تضيف لقيمة يعني مرسل مثلا شركة يعني عملاقة في مجال المواد البشرية أنا متابعها أساس أشوف التقارير إيش اللي قاعد يصير أو الارتكالز أو الويبنارز اللي هم يسووهنها فأنت تتابع شركات في هذا المجال أو شركة أنت مهتم أن أنت تتوظف فيها فهذا يعني هذا هو الاتيكايت في الفولوينج مش تتابع كل الشركات يعني ما في فايدة أن أنت تتابع كل الشركات أو كل الأشخاص حاول تقنن المتابعات والنتواركينج عساس أنه أنت لما تيجي هنا في الفيد ما تقول والله لينك دين صار غير احترافي لأنك أنت قاعد تتابع أشخاص غير احترافيين أو أشخاص مثلا قاعدين يكتبون حاجات ما تضيف قيمة في لينك دين فلاك لما تكون مقنن في نتواركينج بترتاح لينك دين بشكل كبير وتستفيد منه بشكل أكبر تمام شكرا جزيلا طيب في سؤال هنا جاوبت عليه في الفيسبوك اللي هو قال بالنسبة للشخص الموصي لازم يكون عنده حساب في لينك دين صحيح وهنا بننبه إنه وفيسبوك ولينك دين وكل المواقع اللي محتاج يوزرنيم باسورد لوجين عشان تدخل داخله وبعدين تعمل أي عملية تعتبر من الديب ويب يعني في الويب وفي الديب ويب وفي الديب ويب فبالتالي ما ينفع إنه واحد يعمل عملية هو خارج لينك دين داخل لينك دين فلازم مالبوص ينو مش كده ديك صحيح 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 في سؤال ثاني برضو هنا في سؤال في التشاتينج اللي هو هل من الجيد اللي هو محمد سليمان هل من الجيد وضع صور الشهادات الشهادات التقييم من الشركات على البروفايل أنا ما أدري إيش تقصد بالشهادات لكن الشهادات مش مهمة تكون في البروفايل أنت بعدين لما تيجيني في المقابلة وتطلب مني شهادات معينة ممكن أعطيك هي بعدين لكن في البروفايل ما أكتب الشهادة ممكن أحط بوست وأصور الشهادة ما في مشكلة زي هذا البوست مثلا أخذت شهادة في الليدرشيب وحطيتها كبوست لكن لما تدخل البروفايل مش موجودة في البروفايل يعني ما أضيفها في البروفايل في سؤال في سؤال كان عن نفس الموضوع والتردد عليه ضمنيا الآن صحيح صحيح أوكي تمام في سؤال ثاني في فيسبوك اللي هو برضو برضو جابت عليه اللي هو الكورسات الونلاين بيكون عندها شهادات إلكترونية زي منصة كورسيرا وإدكس ينفع تنضاف اللايسنس والسيرتيفيكيشنز في العادة هذي تكون دورات وليس سيرتيفيكيت ولا مو دكتور يعني في بعضها بيكون سيرتيفائد في ناس بيدفعوه يعني بتكون مدفوع عليها إذا كانت سيرتيفائد يحطها في قسم سيرتيفيكيت نعم سيرتيفيكيشنز طيب لو في أي سؤال آخر من الناس الموجودين داخل الجلسة ولا خارج الجلسة الناس بيشكروك جدا عبر الفيسبوك أعضامك مثلا البحثين السودانين مالك يعني جزاك الله كله خير أعتقد أنه تغطيت يعني كتير جدا من الأشياء وإحنا إن شاء الله عندنا جلسة جاية إن شاء الله مع دكتور محمد أحمد صالح عن الأكاديميا والرساء والإندستري الفرق بينهم وفي تطرق برضو للجزء بتاع لينكدين فأنتمنى إن شاء الله المرة الجاية تكون موجود معانا بإذن الله نشرف فيكم الله حي طيب لو ما في أي سؤال إضافي إحنا يعني نختم الجلسة بتاعتنا الرائعة جدا مع أستاذ مالك ونتمنى لك كل الخير زي ما يعني بدرت ونثرت الخير هنا للشباب ما قصرت الله إذا خير وبذلك يعني نكتفي بالقدر من الجلسة وإن شاء الله نواصل في جلسات تانية على أساس أنه يعني نزيد من قدرات الباحثين السودانيين والباحثين في كل العالم على أساس هم اللي حيصنعوا الفرق إن شاء الله خصوصا في أوقات زي جائحة كورونا وإلى آخر أستاذ مالك أي كلمة خيرة الله أعطيكم العافية أنا أشكرك صراحة على يعني هذه المبادرة يعني حقيقة الدورات اللي أنتم قاعدين نسوونها جدا جدا مفيدة في مجالات مختلفة ويجيبون خبراء في كل مجال فأشكركم على هذه المبادرة صراحة ما كنت عرفت عنها لما توصلت معايا وأشكركم على دعوة إلى هذه الدورة وإن شاء الله يكون فيه بيننا تعاون في المصطفقة بإذن الله إن شاء الله إحنا برضو نشكر دكتور هجامي يوسف حسن هو صراحة دانا للتدريب اللي قبل كنت عامله وإحنا من هناك توصلنا لك فشكرا لي ولكل من طلب وكل من ساهم في إطراء المعرفة وتدريب الناس وزيادة قدراتهم التنافسية شكرا جزيلا أستاذ مالك شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته